كل الفصائل المنطوية التي لربما تمتثل أو لا تمتثل لقرارات الحكومة الحكومة التي جاءت من رحم البرلمان والبرلمان جاء من ضوء انتخابات في 10-10-2021 رغم الفائز تحول إلى خاسر والخاسر تحول إلى فائز هذا موضوعاً آخر لكن الحكومة إلى هذه اللحظة لم تصدر منها أي بيان بأن قد ذهبت هناك بعض الفصائل التي تقاتل لكن حسب المعطيات والمؤشرات والمعلومات هناك كثير من الفصائل والمقاتلين طيلة السنوات الماضية متواجدين على الأرض السورية باتفاق مع الحكومة السورية أو غير الاتفاق مع الحكومة السورية لكن هل أن هناك صدر بياناً من كل الحكومات السابقة بأنها قد أيدت تواجد هذه الفصائل أنا أستبعد ذلك لكن كل المعطيات والمؤشرات بأن هناك بعض المقاتلين كانوا وما زالوا لربما يزداد العدد في الأيام المقبلة للدفاع على سيدة زينب أو الدفاع على بعض المناطق داخل أو القريبة إلى مقر سيدة زينب وهذا حقيقة لربما باتفاق مع الحكومة السورية وكيف يقرأ تحذير وزارة الداخلية وفي إطار يمكن أن نضعه حول شيطنة الرأي العام من خلال ما يقال أن أمن العراق في خطر وأن الحدود غير مؤمنة وهل فعلاً أن عام 2024 وليس عام 2014 يعني نتحدث لك بصراحة وأنا موجود في بغداد وأنتقل للمناطق الغربية مناطق الوسط حقيقة الأمن أفضل بكثير من السنوات الماضية عن طلة السنوات الماضية خصوصاً بعد القضاء على داعش في فترة الدكتور حيدر العبادي ومن ثم فترة أكملت ما وصل إليه حكومة السيد العبادي هو السيد مصطفى الكاظمي الذي في فترة كان هناك هدوءاً وعلاقات حقيقة جيدة وتحسنت مع دول الجوارد والخليج والأقليمية وحصلت مؤتمرات وندوات وقمم في بغداد الأمر الآخر حكومة السيد السوداني حقيقة إلى هذه اللحظة استطاعت أن يكون هناك نوع من الهدوء في المنطقة بالتالي صعب جداً أن نقارن عام 2024 بعام 2014 عام 2014 عام الانتكاسات والانعكاسات والانكسارات لكل الدولة العراقية خصوصاً بعد دخول تنظيم داعش الإرهابي مرد دخلوا من تركيا وقبلها تنظيم القاعدة دخلوا من سوريا يعني التركيا والسوريا هم الذين كانوا حقيقةً يأتون ويدخلون ويفجرون كل السيارات المفخخة مرة يفجروها أو مرة يجعلوها أن تلغم في المدن العراقية ومرة يتم حقيقةً لغمها أو ترتيبها في المدن السورية والتركية أنا أعتقد صعب جداً وأنا أتفق ما تحدث به متحدث وزارة الداخلية بأن صعب جداً أن نقارن وضع سوريا في وضع العراق في 2014 يا سيد الفاضل كانت المكونات المجتمعية والأهالي والمواطنين في تلك المناطق التي دخلت فيها داعش وأغلب العوائل قد رحبت بهذه التنظيمات يعتقدون بأن هذا التنظيم هو بديلاً لحكومة بغداد أو لحكومات المحلية لكن وجدوا ورأوا العكس من ظلم وقتل ورعب وبطش في الأهالي بالتالي الآن في سوريا هذه التنظيمات الآن أو هذه الفصائل التي سيطرت على حلب وعلى المدن الأخرى هي مشابهة لتنظيم داعش لكن تعلم نحن لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى وبنفس الوقت لا نسمح الدول تتدخل في شأن العراق بالتالي هذا شأن سوري يجب على الحكومة السورية أن تنزل إلى الشارع وإلى المواطن السوري وتتفاوض مع تركيا ومع إيران لأن كل المعطيات والمؤشرات هذا ما حصل في سوريا هي وراءها تركيا شكرا